موسيقى لا يخفى على أحد أن الأردن يعيش في قلب منطقة تموج بالتوترات المختلفة منذ سنين التي على موجها خاصة منذ الغزو الأمريكي للعراق وأصبح كالسيل مع بدء الحرب السورية وفي إطار العتمة التي دخلت فيها المنطقة يحاول الأردن قيادة الدفة بحذر وهو يدرك حجم التهديدات التي تريد الأذى بقيادته وبشعبه وأرضه أمام هذه التحديات التي تتجلى في أبشع صورها في أفعى الإرهاب ورأسها داعش كان لابد للأردن من موقف حازم في التعامل مع آفة الإرهاب يثبت فيه موقفه ويقطع دابر التكهنات وهو ما كان بقرار إعدام خمسة عشر من عناصر الإرهاب وآخرين أدينوا بتهم جنائية كبرى حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر سواء في الداخل أو الخارج نبحث هذا الموضوع مع ضيفي من عمان وزير الإعلام الأردني السابق سميح المعايطة ومن عمان أيضا المستشار القانوني والكاتب الصحفي محمد أصبيحي نذكر مشاهدنا بأنه يمكنكم المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلاتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك سأبدأ مع سيد محمد أصبيحي لنسأل عن الجانب القانوني فيما حدث بداية قبل أن نتوسع فيه الحوار ونأخذ الرسائل السياسية الآن الأردن منذ سنوات لا ينفذ أحكام الإعدام التي تصدر لكنه الآن نفذ أحكام في 15 كان فيه طبعا استثناءات في موضوع ساجدة وغيره لكن قانونيا هل هذا القرار سيلزم الحكومة بتنفيذ المزيد من أحكام الإعدام إذا كان فيه هناك من مازال محكوم عليه بالإعدام ولم ينفذ من منطق أو من مبدأ المساواة في المعاملة هل يمكن أن يفتح هذا الأمر فعلا باب موضوع التنفيذات مستقبلا شكرا جزيلا من المعروف للجميع أن الأردن بطيء جدا في تنفيذ أحكام الإعدام وهناك أحكام إعدام صادرة منذ سنوات طويلة لكن ليس من المتوقع أن يفتح هذا باب تنفيذ إعدامات جديدة لأن الأردن أو الجهات القضائية والسياسية تميز بين حالتين بين حالات الجرائم القتل العادي وبين حالات جرائم بشعة جدا وجرائم مرهابية الأولوية في التنفيذ كما يبدو الآن لمغزها السياسي التنفيذ في الأحكام التي ارتبط المجرمون فيها بجرائم مرهابية أدت إلى قتل عسكريين أردنين أو مواطن أردنين ما نفذ عشرة جرائم عشرة حالات إعدام لإرهابيين وخمسة لجرائم بشعة لاحظ من خلال قراءة القراءة القانونية لمن نفذ بهم العشرة جرائم إرهابية معروفة الخمس الآخرين يعني واحد قتل طبيب وآخر قتل ابنته بعد أن اقتصبها وثالث اقتصب طفلا وقتله وقتل طبيب يعني حالات جرائم بشعة جدا تؤدي إلى عكاسات عشائرية وقبلية داخل المجتمر أردنين كان لابد من تنفيذ الأحكام أما أحكام الإعدام الأخرى الموجودة حاليا هناك أحكام أخرى تتعلق بجرائم قتل عادية فدرجة السلطة القضائية الأردنية تعطي وقتا طويلا للمصالحة بين الطرفين لذلك لا تنفذ بسرعة لذلك لم يكن مألوفا أن ينفذ الأردن أحكام سريعة آخر حفلة مجموعة إعدامات كانت في 2016 ثم هذه المجموعة وقبل ذلك عشر سنوات كاملة لم يشهد الأردن تنفيذ لحالات أحكام إعدام طيب سيدة الوزير سميح المعيطة هناك واضح أنه في رسالة من هذه المجموعة اختيارهم وفي هناك رسائل ربما للداخل ورسائل للخارج ما أهم هذه الرسائل التي تقرأها في هذا التنفيذ مساء الخير لحضرتك والمشاهدين الحقيقة الطبيعي أن تقوم الدولة دائما بتنفيذ أحكام القانون وهذا الذي تم والطبيعي أن تقوم الدولة بالقصاص ممن يخالف أو ممن يشترع على الدم العام وعلى القانون وعلى هيبة الدولة ويعتدي على المؤسسات وعلى الأفراد فالذي تم اليوم رغم كل الاهتمام الذي تم فيه من العالم ومن وسائل الإعلام وكان مفرح للأردنيين بالمناسبة على الأقل بشكل عام هذا الذي تم اليوم كانت الدولة تقصد فيه عدة رسائل أول رسالة هي للأردنيين بأن الدولة تحترم وتقدر الدم الأردني يعني الدماء الشهداء الأردنيين الذين ارتقوا في مخيم البقعة في مكتب المخابرات أو الشهيد راشد زيود في مخلية إربد أو الشهداء في بقية العمليات التي وردت وقامت هذه المجموعات الإرهابية بشأن عمليات عليها منها السفارة الأردنية في بغداد من 2003 تفجيرها في بغداد كل هؤلاء الذين تجرؤوا على الدولة أو تجرؤوا على دم الأردنيين هذا الدم الأردني مقدر ومقدس عند الدولة وهي حريصة على أن تعيد الحقوق إلى أهلها بمعنى أن أهالي الشهداء عندما يشعروا اليوم أن الدولة تقوم بالقصاص من هؤلاء المجرمين بتنفيذ أحكام القانون وليس بطرق أخرى لكن الأردن دولة تحتكمل القانون والمؤسسات بمعنى تنفيذ أحكام القانون بالتأكيد الأردني الذي يضحي الأردني الذي يقوم بالدفاع عن أرضه سواء كان من أجهزة العسكرية أو الأمنية أو المواطن العادي بيكون لديه قناعة أن الدولة ستقتص له ممن يقوم بهذا وهذا أمر ربما حتى جلالة الملك في مقابلة مع وسيلة علامة أجنبية قبل الأشهر قال لقد قمنا بالثأر والقصاص ممن قتلوا معادل الخساس وهذا أمر واضح في بعض العمليات بالتنسيق مع التحالف الدولي في داعش الموجودة بسوريا وقتل مجموعة من قياداتهم وربما الأردن لديه تعاون كبير ربما لا يعني عنه لكن المنهج هو أن الأردن يحترم دماء أبناءه الرسالة الثانية إذا تكرمت هي متعلقة أيضا بأن موقف الأردن من الإرهاب موقف جدي وحازم وعملي بمعنى أن هذا الأمر لا يحتاج إلى دليل بالتنفيذ الأعدامات لأن الأردن من سنوات طويلة ويخوض حرب ضد الإرهاب وهو عضو بالتحالف الدولي والتحالف الإسلامي ولديه جهد كبير في هذا الموضوع ويقوم بعمليات عسكرية وتعاون أمني مع الدول العالم في هذا الموضوع لكن الرسالة أعتقد أنها واضحة للعالم بأن هذا الإرهاب الذي نتعامل معه لابد أن يضرب بالقانون وبيد من حديد في كل الأماكن وفي كل الدول لأنه في دول بتعرف أحيانا تتلعب بالموضوع أو تمارس نوع من تبادل المصالح مع تنظيمات إرهابية وهذا الأمر ربما الرسالة الأردنية بالحزم بهذا الاتجاه فقدر رسالة تطرع أوليات لأنه أكيد في رسالة أخرى لكن مهمات جدا للأردنيين لأهالي الشهداء وأيضا للعالم والخارج في هذا السياس إضافة عن الرسالة المرجهة للتنظيمات الإرهابية سنبحث هذه الرسائل وتوقيتها ربما أيضا سيد صبيحي هنا يعني في توقيت هذه الرسائل لو بدأنا نتحدث هنا الوضع الآن في الأردن برأيك توجيه هذه الرسائل في هذا التوقيت تحديدا لأنه شهدنا بعض العمليات لداعش تكررت أكثر من مرة في الفترة الماضية الأخيرة جمع هؤلاء الخمسة عشر وكما أشرت يعني في بعض الجرائم هنا التوقيت على ماذا يدل برأيك أعتقد أن التوقيت كان مهما جدا يعني الملامح التي مرصودة الآن عسكريا وسياسيا اقتراب بعض المجموعات الإرهابية من الحدود الشمائلية وبالذات في مثلة اليارموك الجولان اقتراب هذه المجموعات الإرهابية أدت إلى حالة تقريبا استنفار ويقضى واسع جدا لدى القوات المسلحة الأردنية أرادت دولة بهذا التوقيت وتنفيذ هذه الإعدامات أن تشعر المواطن والخارج أن الدولة قوية ولا تخشى العمليات الانتقامية أعتقد أن هذه إحدى الرسائل السياسية والعسكرية أن الدولة الأردنية قوية وتنفذ أحكام الإعدام بحق الإرهابين ولا تخشى أي عمليات انتقامية هذه الرسالة كانت واضحة بهذا التوقيت بالذات خاصة وأن الجرائم التي ارتكبها العشرة الذين تم إعدامهم لم يمروا عليه سواء في العام 2015 سنة كاملة تقريبا فقط لا غير آخر جريمة كانت اغتيال أربعة من أعضاء مكتب مخابرات البقعة كانت في رمضان الماضي وبالتالي استرعت المحاكمات والإدانة وكانت كلها هناك اعترافات في هذه الجرائم كلها أيضا لرسالة كما تفضلت لك عن حزم القوات المسلعة وحزم السلطة القضاء سيد صباحي هذا الحزم دائما ما يواجه بعض المشاكل في الدولية قبل أن أذهب لسيد معيطة أريد أن أسألك سارعت جمعيات حقوقية حقوق الإنسان أوروبية بالقول بأن تنفيذ الإعدام هذا يضر بالديمقراطية في الأردن الأردن جاهز للتعامل مع هكذا اتهامات نعم الأردن يتعرض لضغوط طويلة من جماعات حقوق مدنية أجنبية وعضها محليا أيضا للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام لكن من يستطلع الشارع الأردني يرى رفض واسع لإلغاء عقوبة الإعدام خاصة أيضا أن مجلس الأمة الذي هو صاحب السلطة في التشريع بإلغاء عقوبة الإعدام يعارض معارضة واسعة لإلغاء هذه العقوبة لأن المجتمع الأردني يختلف عن المجتمعات الأوروبية في الأردن قد تحدث بعض الجرائم البشعة جدا إذا لم ينفذ الإعدام سيؤدي إلى عمليات أخذ بثار واسعة وعمليات تخريب وحرق تضر ببنية ونسيج المجتمع سنتابع الحوار حول الموضوع لكن بعد أن أخذ بعض التعليقات والمداخلات من مشاهدين معك سامي نعم يوسف نبدأ من أكرم في تعليقه حول هذه الإعدامات يقول رد الأردن الحازم على الإرهاب لا مهرب منه فالمنطقة مشتعلة بالأزمات واستئصال هذا الخطر قبل انتشاره هو أمر ضروري هنا فاروق فاروق يقول الأردن يراهن على تجاربه السابقة في إحباط المحاولات الإرهابية قبل تفشيها واليوم يؤكد موقفه القائم على مجابهة التطرف وفي الأخير يقول معاذ التركيز على المجتمع له الدور الأكبر في محاربة الإرهاب وسبق أن قام الأردن بخطوات هامة تهدف لإبعاد التطرف عن الأجيال القادمة إذن مشاركات المشاهدين تقول بأن الإعدامات هي الخيار الأمثل لردع هذا التطرف شكرا جزيلا لك سامي أعود لضيفي من عمان سيد المعيطة هنا هل نتوقع خطوات أخرى؟ هل هذه بداية سياسة وضعت خطة من أجل تعامل بحسم أكبر مع موضوع الجماعات الإرهابية؟ أم أنها رسالة فقط في البداية؟ ولكن قد نشهد بعض الخطوات الأخرى في السياسة الداخلية والخارجية للأردن؟ يعني إذا بيجوز لي وتسمح لي بدقيقة بموضوع المنظمات الإنسانية بالعالم أتفضل طبعا أنا بتقديري موضوع الإرهاب والتطرف هذا يجب يخرج من الإطار الإنساني إطلاقا لأن هذه التنظيمات التي تقتل أطفال بسوريا والعراق وكل مكان اللي فجرت بأوروبا الأسواق والشوارع والمتاجر اللي بالأردن عندنا يعني بقتلوا بتفجيرات عمال اللي كانت 2005 حادثة الكرك اللي كانت قبل أقل من شهرين رمي الرصاص بالشوارع على الناس وعلى مراكز الأمنية من يقبل أن يعامل هذا الإرهابي الذي يستحل القتل للعربي والمسلم والمسيحي يهدم المساجد يهدم الكنائس يشرد يقطع الرؤوس بالسكاكين أطفال نساء يسبل نساء يعتدي على عراضهم أي منطق إنساني بيضل عند هذه الجهات التي تمارس هذا الإرهابي يعني هذه الإنسانية تطبق عند الإنسان العادي ربما يخطئ أحيانا في حياته فيمكن أن يتم التداول في الموضوع العام الإنساني لكن هذه التنظيمات يفترض بالعالم وبالمنظمات الإنسانية أن تحيي كل من يقف بمواجهاته لأنه داعش عندما فعل كل ما فعل بالتأكيد هذا خارج السياق الإنساني الذي استحل فيه كل دماء العالم بسطناء من هو بداخل التنظيم بالسياق الذي أسألت فيه سيد يوسف بموضوع الإجراءات والتعامل بالأردن أعتقد الأردن منذ سنوات طويلة يقوم بالإجراءات هذه الخطوة التي جرت اليوم ليست بداية الطريق الأردن تعرف أنه على الأقل بدأ حكم الأزمة السورية من حوالي 6 سنوات الأردن يمارس جهد أمني كبير يمارس تعاون دولي كبير يمارس ضبط لحدوده حتى تعرف الحدود مع الأردن والعراق تصل لحوالي 600 كم طولية بالضبط عندما يتم ضبطها عندما يتم منع تسلل الإرهابيين من وإلى سوريا لأنه باتجاهه لأن الجيش السوري ليس موجود على الحدود العمل الأمني خلينا نقول دائما باختصار الحالة الأردنية الآمنة المستقرة الموجودة خلال كل هذه السنوات باستثناء هذه العمليات التي تمت خلال الفترات الأخيرة الحالة الأمنية المستقرة تدل على حجم الإجراءات وحجم الجهود الأمني والعسكري وزي ما ذكر أحد المعلقين في قبل قليل أنه وعي الناس يعني الأردنيين واحد من صمام الأمان لحفظ الدولة الأردنية هو الماطر الأردن اللي شفناهم بالكرك كل واحد فيهم طال سلاحه الشخصي وكلهم كانوا يركضوا حتى يطاردوا الإرهابيين ويدخلوا ويقاتلوا ويقضوا على الإرهاب فالوعي الأردنيين ثقافتهم حرصهم أعتقد الإدارة السياسية للأزم السورية من قبل قيادة الأردنية كل هذه عوامل ساهمت وهي مستمرة في الذهاب باتجاه الاستقرار يعني هي خطوة لن تبدأ اليوم هذه اليوم واحدة من الخطوات اللي في طريق طويل كان ونتمنى أنه ينتهي بالقضاء على هذه التنظيمات خلال فترات إن شاء الله ما بالطول بهذا الشيء سيد صبيحي هناك نقطة أثارها بعض مشاهديننا على تويتر قبل قليل وهو تنفيذ الحكم شمل أيضا قاتل الكاتب الصحفي ناهد حتر تعرف في قضيته وفي محاكمة سيد ناهد حتر كان حتى فيه لغة وكان فيه سجال وموضوع حريات ومحريات الرأي هل تعتقد بأنه شمل قاتله بالتنفيذ أيضا حمل رسالة مهمة في موضوع التشدد حتى في موضوع حرية الرأي في الأردن نحن نقرأ الرسالة من موجه آخر أيضا أن قتل الزميل الكاتب ناهد حتر كان محاولة لبث الفتنة الطائفية في الأردن على غرار ما يجري في مصر لذلك تنفيذ حكم الإعدام بعد اعتراف القاتل اعترف بالتخطيط هو التنفيذ تنفيذ هذا الحكم قطع لدابر الفتنة الطائفية لا يفكر أحد أن يثير الفتنة الطائفية في الأردن الأردنيون مسيحيون ومسلمون متآلفون متحبون منذ سنوات منذ أساة المملكة وقبل تأسيس المملكة أيضا لذلك ليس لدينا في الأردن طائفية وأعتقد أن هذا النسيج الموحد في الأردن هو السبب كان في حماية المملكة من الفتنة الطائفية ومن الحروب الداخلية وهذا أيضا هو نفسه هو السبب الذي لم يجد الإرهاب قاعدة له في الأردن ولم يجد له بيئة مجتمعية في الأردن لذلك كما تفضل زميلي حينما تحدث عملي إرهابي شاهدنا المواطنين أيضا يحملون السلاح ويطاردون من اقتحم مكتب مخابرات البقعة وقتل أربعة من العسكريين فيها وهم نائمون الذي طارده المواطنون والذي ألقى القبض عليه مواطنون شباب المنطقة وليس القوات الأمنية لم تكن قد توصلت إليه بعد وكثير من الحالات التي تم إلقاء القبض عليها الخلايا النائمة كان بفعل معلومات من المواطنين وليس من العناصر الأمنية ولا من رجال المخابرات كل مواطن أصبح غفيرا في الأردن بسبب ما يشاهد المواطن الأدن من ويلات في المنطقة نعم سيد معيطة هناك أيضا نقطة سياسية أود أن أطرحها عليك هناك الآن في توجه في محاربة الإرهاب إلى ليس فقط محاربة التنظيمات المسلحة التي تنفذ العمليات الإرهابية ولكن في حتى اتخاذ إجراءات ضد بعض التيارات السياسية أو الدينية التي ربما توفر أرضية لهذه الجماعات وربما تقدم لها دعم لوجستي أو فتاوى أو غيره هذه الخطوة الآن في الأردن هل تعني بأنه ممكن حتى اللهجة تختلف الآن مع بعض هذه التيارات لأنه في الأردن في بعض الجهات التي تعلن دعمها لجماعات إرهابية أو متطرفة وتعتبر أنه لن يصابها شيء لأنه هذا مجرد دعم بالحديث دعم بتقديم بعض المساعدات أو المعونات وليس بالمشاركة الفعلية بالعملية الإرهابية بحد ذاتها ما رأيك؟ يعني بالأردن بأعتقد فيه تصور شمولي في التعامل مع قضية الإرهاب والتطرف دائما بنحكي فيها ونحكي فيها جلالة الملك أنه التطرف فيه له مسارات في الحرب الفكرية والعسكرية والأمنية بموضوع الترويج لداعش في موضوع المحاولات الالتحاق بالتنظيم بكل هذه المسائل التي تفضلت حضرتك وأشرت لها فيه أن العديد من القضايا الأمام المحاكم الأردنية تنظر وحكم على بعض الناس بأحكام قضائية بالسجن نتيجة قيامهم بالترويج للتطرف بالإرهاب ترويج لداعش محاولته للتجنيد هذه موجودة وهناك محاكمات تجري بموجب أحكام القانون بشكل واضح في هذه المسألة لأنه ليس فقط من يحمل السلاح مباشرة ويقوم بعملية إرهابية بالأردن هو الذي يستحق العقاب إنما أيضا زي ما تفضلت من يقدم من يعطي شرعية لهذا الفكر المتطرف من يعطي أرضية يعني في عملية الكرك مثلا فيه الشخص اللي باعوا السلاح لبعض الأشخاص المشاركين تم حالته للقضاء بمعنى الدائرة تتسع إلى كل من يقدم خدمة سواء كانت خدمة فكرية وإعلامية عبر وسائل التواصل بالترويج والتسويق بكل هذه المسائل هذه خاضعة لأحكام القانون وزي ما أشرت لحضرتها هناك من يحاكم من حكم وهناك من يحاكم اليوم أمام القضاء الأردني بهذه التهم وموجودين بالسجون بهذه التهم لكن بنفس الوقت الدولة لا توسع الإطار يعني عمليا من يحمل فكر التطرف من يذهب لدعمه صحية لكن الحرب ليست على التدين والحرب ليست على من يؤمن بقضايا الإسلام والتدين هي حرب على التطرف والتكفير وعلى من يمارس الإرهاب هذه المسألة واضحة لأنه تعرف في القضايا هي بصير التداخل شديد أنت لا تريد أن تذهب إلى أبعد من هذه الدائرة لدائرة التسويق والترويج والالتحاق وممارسة الإرهاب أما التدين فهذه سمة المجتمعات بالعكس هذه طبيعة الجميع هنا مجتمعات إسلام مسلمة وتمارس شعائرها لكن الذهاب بالمنحة السلبي لهذه التنظيمات بالتأكيد اليوم هو خاضع للقانون ويحاكم من يمارس أي فعل إسنادي لهذه التنظيمات الإرهابية بالقضايا الأردني بشكل واضح وبأحكام السجن لسنوات في هذه النقطة أعود أخيرا باختصار سيد صبيحي فعلا الدولة أيضا من واجبها حماية المجتمع الأردني والمسلمين ممن يشوه الإسلام ويستخدمه في الإرهاب أو ممن يدعم هذه الأفكار لأنه في النهاية هذا يشوه الإسلام ويشوه صورة المسلمين وبالتالي القوانين كما ذكر سيد معيطة في هذا الإطار لو تلخص لنا فعلا كيف يتم التعامل مع هؤلاء الذين يتعاطفون أو يقدمون دعم للعمليات الإرهابية يعني التعامل معهم يتم بموجب قانون الإرهاب يعني كل من دعم وساعد يعتبر يشمل قانون منع الإرهاب لكن ما أود أن أقوله أنه ما تفضلت به هناك نجاح على المستوى الأمني وعلى المستوى العسكري لكن هناك إخفاقات على مستوى الرسالة يعني اكتفضلت أنه على الدولة أن تحمي المجتمع من الإرهاب وتحمي رسالة الإسلام أعتقد أن هذا الجانب فيه فشل ذريع في الدولة الأردنية بسبب يعني عدم فهم لطبيعة العملية كيف يمكن أن نروج لرسالة الإسلام الصحيحة كيف نمكن أن نحميها ما يجري هو الآن هو خطاب رسمي عبر وزاوة الأوقاف وعبا مؤسسات دينية رسمية في حين أن المفروض أن يطلق العنان للعلماء للعلماء المعتدلين ما نشاهد هنا هو منع العلماء من الخطابة في المساجد وفرض خطبة جمعة يعني أنا مثل ما أحب بلدي وأمدحه وأنوه بالإيجابيات أيضا يجب أن أنوه صحيح صحيح لكن يعني فعلا وهذا موضوع آخر ربما نتطرق إليه مستقبلا عن هذه الآليات نشكركم شكرا جزيلا أشكر ضيفي محمد الصبيحي المستشار القانوني والكاتب الصحفي والشكر الجزيل أيضا لوزير الإعلام الأردني السابق سميح المعيطة وكلهما حدثانا من عمان شكرا جزيلا 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 رغم مساعي أنقرة وطهران لتهديئة التوتر بينهما بعد اتهامات تركية لإيران بالسعي لزعزعة أمن المنطقة واتهام طهران لتركيا بأنها ناكرة الجميل تستثمر التطورات الميدانية في سوريا والعراق لتظهر من وراء كواليسها صراعا على النفوذ بين البلدين في إطار الصراع الدولي على هذه المنطقة عملية درع الفرات التي تدعمها تركيا في مواجهة مع قوات ميليشيا سوريا الديمقراطية التي يدعمها الروس والأمريكيون والتي أظهرت لونها الحقيقي بتسليمها مناطق حول منبج لقوات النظام منعا لتقدم الأتراك نحوها وهو شيء بلا شك يحظى بقبول إيران الدعم الرئيس الثاني لقوات النظام أما في العراق فظهرت توتر مجددا بين البلدين عندما اقتتل فصيلان في سنجار هما حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا إرهابيا والذي تدعمه وحدات الحماية الكردية شمالي سوريا وله علاقات طيبة متنامية مع الحشد الشعبي العراقي المدعوم إيرانيا من جهة أخرى ومقاتلين عرب تابعين لقوات بشمرقة كردستان العراق الذي يتمتع بعلاقة طيبة جدا مع تركيا أدوات محلية يستعملها الطرفان الإيراني والتركي هدفا وهدفها الأساسي تحقيق أكبر قدر من المكاسب في معركة تقاسم ما يمكن تقاسمه مع القوى الأكبر اللاعبة في المنطقة نبحث في هذا الدور وهذا التنافس التركي الإيراني مع ضيفينا معنا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي محمد زاهد جل ومن بيروت الخبير في الشؤون الإيرانية توفيق شومان أهلا وسهلا بضيفي سأبدأ من اسطنبول معك أستاذ زاهد جل فعلا شهدنا نوع من التوتر تلاسن تصريحات تصعيدية بين أنقرة وطهران ثم بعد هذا التصعيد لقاء بين الرئيس أردغان والرئيس الإيراني حسن روحاني في إسلام أباد وتصريحات لوزير الخارجية شوو شغله يتحدث فيها بإيجابية عن إيران ما هي طبيعة العلاقة بين البلدين فيما يتعلق مع قضايا المنطقة ودحديدا سوريا هل هي عداء هل هو تنافس هل هو عمل مشترك كيف يمكن أن تصفهم بداية التحية الطيبة لك ولضيفك الكريم للمشاهدين الكرام يعني أنا باعتقادي العلاقة فيما يتعلق في المنطقة هي تضارب مصالح وليس تنافس يعني لا يمكن أن يعد الواقع التركي في كل من سوريا والعراق منافسا للدور الإيراني والعكس صحيح أيضا يعني قد دعنا المشاهد ذلك بوضوح خاصة في العراق ماذا تريد تركيا من العراق؟ تريد استقرار؟ تريد علاقة اقتصادية وتجارية متينة؟ لا يوجد هناك ما يمكن تسميته بالدور الإيراني أو الشركات الإيرانية التي تستطيع منافسة الشركات التركية في الأرض وفي الميدان أو في الخدمات حتى المناطق التي يسيطر عليها الأغلبية دعني أقول الشيعية في النجف في مناطق كثيرة في كربلاء ستجد الخدمات فيها خدمات البنية التحتية للشركات التركية وليست الإيرانية حتى فيما يتعلق بأمن المطار فيما يتعلق بكثير من الأمور ستجد المشهد التركي هو الذي يسيطر على الأمر بخلاف الوجود الإيراني الذي هو وجود أعتقد أنه يأتي على حساب تركيا بمعنى أنه يأتي على حساب التخريب بحسب الرؤية التركية لأن إيران تدعم الميليشيات تدعم حسب الرؤية التركية الفوضى في هذه المناطق وبالتالي لا يوجد هناك أمن واستقرار في العراق أو الوجود الإيراني لا يؤدي إلى الأمن والاستقرار وبالتالي أعتقد أن هناك منافسة مفتوحة في كل من سوريا وفي العراق وربما دعني أقول التاريخ يكرر نفسه في هذا السياق حتى عندما ننظر إلى تاريخ الدولة العثمانية بشكل عام وعلاقتها مع الدولة الصفوية سنجد حدود آمنة مطمئنة بين الدولتين توافق تام فيما يتعلق بالحدود لا يوجد هناك إشكالية تذكر ربما حتى علاقات مصاهرة بين الدولتين كانت قائمة لكنهما استمر فيما يسمى بحروب المائة عام في بغداد وكذلك في المناطق السورية وبالتالي أعتقد أن التاريخ بطريقة أو بأخرى تكرر نفسها في كل ما يتعلق في المشهد السوري والعراقي إذ أن الصراعة الإيراني والتركي أعتقد في المنطقة العربية وخاصة في كل من سوريا والعراق هو في ازدياد مطرد وأعتقد أنه مع التغيرات الإقليمية والتغيرات الدولية وخاصة تحول الإدارة الأمريكية بشكل مباشر إلى حد كبير من جعل إيران حليفة لها بشكل مباشر في منطقة الشرق الأوسط وفي العراق خاصة وفي سوريا أيضا إلى جعلها أنها دولة راعية للشر أو دولة راعية للإرهاب مثل هذا الخطاب أعتقد أنه سيجعل من تركيا دعني أقول قاعدة لمواجهة النفوذ الإيراني في كل من سوريا والعراق أسمح لي أن أخذ رأي ضيفي من بيروت سيد توفيق شومان حول توصيفه لهذه العلاقة بين تركيا وإيران وهل ممكن أن نعتبر أنه فعلا العلاقة الإيرانية في العراق هي تخريبية أنه أنقرة ترى ذلك وبينما تركيا علاقتها في إيران وسوريا هي تقديم خدمات وبالتالي هناك مصالح للبناء وليس للفوضى أو الهدم والتخريب تحية إليك سيد يوسف وأيضا تحية إلى الزميل سيد زاهد أنا أعتقد أو أود أن أبدأ من نقطة أساسية ربما أشار إليها سريعا زميل سيد زاهد جول حول الحدود الإيرانية التركية وهي حدود ثابتة ربما من أوائل الحدود الدولية الثابتة منذ معاهدة قصر شيرين في العام 1639 هذه النقطة ربما قد تؤشر إلى أن العلاقات الإيرانية التركية يمكن إدراجها في قالبين القالب الأول هو الثبات على مستوى الحدود الدولية ومن ضمنه أيضا ما له علاقة بالعلاقات الاستراتيجية على المستوى التجاري ومستوى الاقتصادي الكل يعرف بأن الطرفين يخططان لرفع مستوى التبادل الاقتصادي والتجاري بينهما إلى ما يتجاوز الثلاثين مليار دولار زائد أيضا بأن هناك جانبان متفق عليهما بين الدولتين الأول وحدة الأراضي السورية وهي نقطة اشتباك سورية ربما نأتي إليها بعد قليل وحدة الأراضي ومنع قيام دولة كردية أو حتى كانتون كردي داخل سوريا هاتان نقطتان أنا أعتقد من له علاقة بوحدة الأراضي السورية وبمنع إقامة كانتون كردي حتى على المستوى الفيدرالي من الثوابت الإطارية في العلاقة بين الطرفين التي ربما تمهد أيضا لترتيب علاقات النفوذ بينهمين كان على المستوى العراقي أو على المستوى السوري هلأ طبع من له علاقة بالتخريب أنا أعتقد أن الرد الإيراني على مثل هذه الاتهامات أعتقد يمكن إدراجه في السياق نفسه يعني الإيرانيون أيضا يعتبرون بأن الطموحات التركية غير بناء في العراق وبالتالي هي تأتي على حساب بعض الأطراف الاجتماعية والطائفية والسياسية في المكونات العراقية كافة لكني أنا أظن بأن نقطة الاشتباك الأساسية بين الطرفين هي في سوريا ودون أن تتحول نقطة الخلاف هذه إلى خلاف على المستوى الإطاري العام الشيء الإيجابي أنا أعتقد حتى إذا سمينا الأمر مواجهة في سوريا أو تنافسا في سوريا أو اشتباكا عسكريا دمويا بين الطرفين بسوريا أو تدارب مصالح أو تنافس أو سمي ما شاء ولكن الطرفين استطاعا أن يحصران نقطة الاشتباك هذه في الميدان السوري وأعتقد بأن هذه نقطة تسجل لصالح الطرفين الآتيين من تقاليد دولتين عريقتين في المنطقة لكن يبقى أن أشير قبل أن توقف إلى أن فقط مسألة واحدة أستاذ يوسف أعتقد بأن المسألة الأساسية في هذه العلاقات أن المنطقة تمر بإعادة هيكلة وبإعادة برمجة وأظن بأن الخلاف أو التباين ناتج من عدم استقرار المنطقة وعدم وجود حلول سياسية وأمنية في إطار إعادة تشكيل المنطقة أمنيا وسياسيا وربما اقتصاديا أيضا سيد زهد هنا نقطة أريد أن أسأل عنها أشرت أنت إلى إدارة ترامب والتغير في السياسة الأمريكية تجاه إيران في المنطقة هذا شيء مهم لكن هناك دور يلقى على عاتق تركيا في هذا التغير سواء من إدارة ترامب أو من أصدقائها العرب في دول الخليج التي تقوي علاقاتها معها أيضا ربما في إطار مشابه كيف يمكن لتركيا فعلا أن تكون في هذا الإطار ضمن هذه المتغيرات الجديدة وأن تلبي مصالحها التي تتناقض مع إيران في سوريا والعراق وفي نفس الوقت تحافظ على علاقات جيدة مع تهران يعني أين هي أوراق الضغط إذن التي ستستخدمها تركيا إذا كان الحفاظ على علاقة جيدة مع تهران ثنائية هو أمر لا يجب أن يتزعزع يعني ربما نقطة الاتفاق بين تركيا وحلفائها هي نقطة فيما يتعلق بسوريا والعراق ولا أعتقد أن حتى دول الخليج ترغب بعلاقة سيئة ثنائية مع إيران في ابتداء وبالعكس هناك يد ممدودة عربية وخليجية لإيران مقابل أن تكف عن عبثيتها في كل من سوريا والعراق وفي العواصم العربية الأخرى التي تدعي إيران الهيمنة والسيطرة عليها وربما تزيد فيها من الفتن وتعرفون الاتهامات التي توجه إلى إيران من كل الأنظمة العربية وخاصة الخليجية منها بما في احتلال الجزر وغيرها من إثارة الفتنة والفوضى في البحرين وغيرها من المناطق وبالتالي أعتقد أن المشكلة مع إيران هي سياستها الخارجية وليس فيما يتعلق بالعلاقة البينية وبالتالي هناك أعتقد تفهم لهذا الموقف أو الدور التركي وخاصة أن الدور التركي أو الموقف التركي تجاه العراق وتجاه سوريا وموقف حتى هذه اللحظة يتوافق مع الرؤية العربية وبالتالي يمكن البناء عليها في هذا السياق هذه النقطة الأولى النقطة الثانية وهي نقطة مهمة العلاقة التركية الخليجية هي علاقة متميزة ولكنها علاقة نامية في مقابل أن علاقة تركيا مع إيران حتى في أحلك الظروف كانت ثابتة بمعنى أن تركيا علاقتها كانت مع الشاه علاقة جيدة جدا حتى عندما استولى الخميني على الحكم لم تكن هناك علاقة قطيعة وإنما بقيت علاقة بغتيرة معقولة ومقبولة رغم أن هناك دعني أقول خلافا وعداءا ربما سياسيا بين الطرفين فتركيا دولة علمانية في مقابل دولة دينية نشأت على حدودها وبالتالي أعتقد أنه رغم الخلاف بين العلمانية التركية في ذلك الوقت في نهاية السبعينيات وحكم العسكر حتى في الثمانيات كانت هناك علاقة مقبولة مع إيران رغم أن تركيا مثلا آوت في تلك السنوات سنوات الثمانينات أكثر من مليون لاجئ إيراني من المعارضة الإيرانية التي لم تجعل من تركيا مثلا على سبيل المثال منطلق لحملاتها المعارضة مما يعني أن هناك نوع من أنواع التفاهمات كانت بين تركيا وإيران وهذه العلاقة في مقابل أن العلاقة التركية الخليجية علاقة نامية بالطراد ولا أعتقد أنها وصلت إلى العمق كما يتمناه الكثيرون والمراقبون وبالتالي أعتقد أن تركيا لا شك أنها ستعمل موازنة في إطار ما يمكن تسميته بالمصالح كلما اتطردت العلاقة التركية الخليجية والعربية تحسنا وهذا الأمر بلا شك سيكون على حساب العامل الإيراني في العلاقة التركية الإيرانية طيب سيد توفيق ذكرت أنه في اتفاق بين إيران وتركيا في الموضوع الكردي تحديدا لكن الوقائع على الأرض تقول أن إيران تدعم حزب العمال الكردستاني دعمته سابقا وفعالياته ضمن تركيا لها علاقات طيبة حتى مع صالح مسلم حزب الاتحاد الديمقراطي وتدعمه طيب كيف هي هنا في هذا الإطار تحديدا حتى نفهم آلية العلاقات إذا كان هناك فعلا اتفاق بين تركيا وإيران على الملف الكردي في المنطقة كيف تستطيع إيران أن تخضع هذا الملف لمصالحها ضد تركيا بهذا الشكل لا نعتقد بس يعني تصويبا لمسار سياسي أتكلم كباحث هنا وأتكلم مع زميلي من اسطنبول كباحث أيضا بمقاله تصويبا بس تصويب بحثي الإمام الخماني لم يستولي على السلطة كان هناك ثورة شعبية بس في الإطار البحثي والعلمي أرد كان هناك ثورة شعبية لكل يعني يعرف أن الثورة الشعبية التي جاءت في إيران مثل الثورة البشرفية في روسيا مثل الثورة الفرنسية مثل ثورات أخرى بس فقط على المستوى العلمي والبحثي أترك ذلك سريعا وآتي إلى ما له علاقة بدعم حزب العمال الكردستاني أنا بحسب علمي بأن الإيرانيين لا يمكن وهنا أشدد على ذلك أن الإيرانيين لا يمكن أن يدعموا تنظيما مسلحا يهددوا الكيان التركي أو الدولة التركية أو المجتمع التركي لأنه بالمقابل دعم مثل هذه التنظيمات التي تطالب بفيدرالية أو تطالب بالاستقلال أو بالانفصال على المستوى التركي يمكن أن ترتد إلى إيران لنسى أيضا بس العلاقة بين طهران وبين جميل بيكس أعلن القائد العسكري الآن لحزب العمال الكردستاني يعني واضحة ما في حزب فيها يعني في هاي هي اللعبة يعني في يعني هنا كيف تطوع لإيران هذه النقطة دون أن تخشى من النار الكردية يعني في نفسها على على الأقل السيد يوسف على الأقل لم أسمع ولم أقرأ أي تصريح لأي مسؤول تركي يتهم إيران بدعم حزب العمال الكردستاني هذه مسألة مسلمة يعني اللعب في المكونات الاجتماعية والعزف يعني العزف على أوتار الانقسام الاجتماعي يهدد تركيا مثل ما يهدد إيران لذلك لا أعتقد بأن أي طرف وهنا أشار السيد زاهد يقول بأنه بعد إسقاط نظام الشاعة عبل الثورة الشعبية في العام 1979 لجأ كثير من المعارضين الإيرانيين إلى تركيا ولكن تركيا رغم الإختلاف الإيديولوجي بين النظامين لم تسمح لهؤلاء المعارضين بأن يحول تركيا منطلقا لعمليات عسكرية ضد إيران وهذا ينطبق أيضا على منظمة مجاهدي خلق التي ما زالت لغاية الآن تسعى لقلب النظام بالقوة بصرف النظر عن قدراتها وإمكانياتها أنا أعتقد بأن هناك نوعا من التفاهم بين الطرفين بعدم خوض الحروب لا على مستوى الحدود الثابتة وذكرتها قبل قليل ولا على مستوى العبث بالمقونات الاجتماعية أو الطائفية أو تركيبة الدولتين هذه مسألة ترتد على الطرفين هذه خطوط حمراء طيب سيد زهد إذا كان لك تعليق هنا سريع لكن أريد أن أفهم منك حدود الدور التركي في إطار التغير الأمريكي الجديد يعني في المنطقة تجاه إيران وهل تثق أنقرة بأن هذا التغير حقيقي وعملي وسيكون فعلا ثابت في النقطة الأولى أنا أتمنى أن يكون ضيف كلامكم من بيروت حقيقة فيما يتعلق بعدم دعم إيران للبيكيكي وحزب العمال الكردستاني صحيحا لكن الوقائع والدلائل لا أقول حتى الإعلامية وإنما حتى على لسان المسؤولين الأتراك تقول في الكثير من المناسبات أن إيران تقوم بدعم مباشر أو تقدم دعما لوجستيا لما يسمى بحزب البكيكي الكثير من العمليات من المؤكد أنها تنطلق من داخل الأراضي الإيرانية إلى داخل الأراضي التركية وهذا ما شاهدنا ونشاهده في عدد من المدن الحدودية الإيرانية التركية ووجود البكيكي فيها بشكل واضح وهناك العديد من شبكات الجسوس تم تقويضها هناك الكثير من الأسلحة المهربة تم ضبطها يعني الوقائع حقيقة كثيرة للغاية كما أشرت جميل بيك وآخرين من قيادات البكيكي هم معروف أنهم يقطنون في الوقت الراهن في جبال إيران وليس في جبال قنديل وبالتالي وخاصة في ظل الحملات الأمنية والجوية التي يقوم بها الطيران التركي بشكل مكثف في هذه المناطق وبالتالي أعتقد أن إيران حقيقة صحيح أن موقفها ضد التقسيم مع وحدة الأراضي السورية والعراقية وهي ضد التقسيم في كل المنطقة لأنها بإمكانها أن تكون لها نعيكاسات وارتدادات سلبية لها في الداخل الإيراني لكن هذا الأمر لا يمنعها ولم يشفع لها في أن تدعم بشكل مباشر ما يمكن تسميته بالانفصاليين الأكراد من أجل إثارة البلد ولو القلع ولا يخفى أيضا على الباحثين والدارسين تركيا وأمريكا علاقة هذه القوات مثلا في سنجار مع الحجد الشعبي بالنسبة للخطاب الأمريكي أو الناظر حقيقة للسياسة التركية ورؤيتها للخطاب الأمريكي صحيح أن الرؤية الأمريكية رؤية متقلبة بشكل عام وهذا شهدناه في إدارة بوش وإدارة أوباما وكذلك ربما نشهده في إدارة ترامب لكن تركيا في إطار دعني أقول رؤيتها للمنطقة ومصالحها أيضا تراهن على هذا الخطاب يعني أنا أعتقد أن تركيا رغم مخاوفها من تغير المزاج الأمريكي دعني أقول لكنها تراهن على هذا الخطاب في إطار ما يمكن تسميته بوقف الامتداد الإيراني في المنطقة العربية وهذا الأمر أعتقد أنه سيدفع تركيا بشكل واضح إلى دعم المزيد من المعارضة السورية على سبيل المثال لتقليص وجود حزب الله أو لتقليص وجود إيران على سبيل المثال في مناطق متعددة على أن يكون ربما البديل هو الروسي أو أطراف أخرى تابعة للنظام السوري بمعنى هناك محاولة فيما أعتقد في كل من سوريا وفي العراق محاولة عربية تركيا على الأقل لتقليم أظافر إيران في المنطقة طيب أستاذ توفيق أيضا لو سمحت باختصار هنا يعني يبدو أنه في هذه المواجهة في تضارب المصالح تركيا تعتمد على أنه عدم المباشرة مع إيران وإنما الضغط من خلال حلفاء عرب أيضا أمريكا وبالتالي إيران تواجه أكثر من ضغط الآن في إدارة ترامب كيف يمكن لإيران التعامل مع هذا التغير الجديد في المنطقة وهل ستستخدم من جديد ربما بعض الأدوات في العالم العربي من أجل الدفاع من مسافة بعيدة وليس مباشرة من داخل إيران ما رأيك يا سيدي يعني لا يمكن أن تقول لإيران إخرجي من سوريا أو العراق وتركيا موجودة في سوريا وفي العراق أنا قلت في إجابة الأولى بأنه طالما أن هناك نوع من الإضطراب في عملية رسم المصالح التركية الإيرانية خارج حدود الدولتين وبالتالي بأن المنطقة تمر بإعادة هيكلة سياسية وأمنية وأقتصادية بطبيعة الحال الدولتان الكبيرتان الأقليميتان وهما مشترك حضاري واحد مع المشرق العربي أن يكون لهم مواقع نفوذ في العراق وسوريا ولكني أنا أظن بأن الطرفين قد يخطئان إذا حاول كل طرف أن يخرج الآخر من سوريا والعراق هذا أمر مستحيل لا الثقافة المشتركة ولا التاريخ المشترك ولا الدين الواحد والحضارة المشتركة ولا المصير المشترك يطيح لتركيا أن تقول خرجي لإيران أو لا يطيح لإيران أن تقول بأن تركيا ليس لها مصالح لا في العراق ولا في سوريا وهي تجاور هاتين الدولتين المضطربتين لذلك أنا أعتقد بأن حالة القلق التي تعتري الآن العلاقات بين الطرفين محدودة في السياق السوري بالتحديد أعتقد أن هناك نوع من مواقع النفوذ كانت الإدارة الأمريكية أيضا قد رسمتها للأتراك في العراق عندما حالت دون مشاركتهم في معركة الموصل الأمر ليس لا يتعلق فقط بالاعتراض الإيراني بل إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما رسمت خطا أحمر للجيش التركي واحتمال مشاركته كما كان يطالب الرئيس أردوغان في معركة الموصل أعود إلى ما له علاقة أظن بسوريا بالتحديد يعني خروج الأطراف غير السورية من تركيا رهن بحل سياسي عندما تكون إيران موجودة تركيا موجودة والعاكس صحيح يعني لا تتوقع أنه في جملة سيد توفيق يعني أنه ازدياد التوتر التركي الإيراني بسبب التغير في الإدارة الأمريكية مستقبلا أنا أعتقد بأنه السياسة التركية لغاية الآن غير ثابتة هي غير ثابتة لأن السياسة الأمريكية الإقليمية وأقصد اتجاه الشرق الأوسط غير ثابتة أشير نقطة وأنهي سريعا بأن الكثير من المواقف التركية التي تطلق كما جرى في مؤتمر في مؤتمر ميونيك حول الأمن كان هناك نبرة عالية في المواقف تم امتصاصها على سبيل المثال للرئيس رجل طيب أردوغان ولوزير خارجيته مولود جاووش أوغلو في مؤتمر إيكو في إسلام أباد كان هناك انقلب واضح على المواقف السابقة وهذه كلها تدل على عدم تبلور وعدم ثبات السياسة الخارجية التركية في الأقليم لغاية هذه اللحظة بانتظار ربما أشياء ننتظرها جميعا شكرا جزيلا لضيفي من بيروت الخبير في الشؤون الإيرانية توفيق شمان الشكر الجزيل أيضا لضيفي من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي محمد زاهد جول إلى هنا وصلنا إلى نهاية ملفات ورفة الأخبار غدا موعد جديد وملفات جديدة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة